أستاذ محمد كلما ذكرت الآن القضية الفلسطينية يعني لازم تقرن بما يطلق عليه صفقة القرن إيه هي صفقة القرن؟ هل استمعت مبارح بالمناسبة لرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال أنه إحنا ما فيش تفريط المصريين مش هيفرطوا في أي جزء من سيناء؟ طبعا طبعا مش بس سيناء أنا أسجل علي كمان لا يريد ولا يستطيع ولا يقبل أن يفرط بجزء من فلسطين حدوة سبعة ستين مش بس في سيناء سيناء مكذب كبير يكذبوها بعض المحللين الإسرائيليين وبلعوها لجماعات الإسلام السياسي وتاجروا فيها ضد الرئيس السيسي شوف مصر لا تتخلى عن شبر من سيناء أقول لك أكثر وإحنا الشعب الفلسطيني بنرفض نسكن في سيناء وبنرفض نتوطن في سيناء ونرفض أن نتوطن في لبنان نحن لنا وطنا واحدا هو فلسطين حدود سبعة وستين الضفة وغزة والقدس وكل مبادرات الرئيس ترامب وغيره لن تفلح إذا كانت قائمة على فكر التهجير الشعب الفلسطيني ويعطونا أي حلول نتنياهية أنه يفكروا أنه بتمشي وبالتالي أنا لا أرى لا سفقة قرن ولا مستقبل لسفقة قرن إذا كانت بداياتها إعطاء القدس لإسرائيل بقرار سياسي